اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا الحاجة اللي كان نفسي فيها يعني فدخلت هندسة ولحد تقريبا سنة تالتة جامعة أنا كل يوم بكون في كده محاولة وإن أنا أحول من معمار إخوانا أنا ماذا يرى معمار لحد تالتة تقريبا يعني تالتة خفت شديد لكن تقريبا في أولى وتانية كنت بكون جادة بلف على الأسادزة وبلف على كده بشوف باقي الأكسام فعليا يعني ما كنت حباها شديد ثاني سبحان الله قمت واصلت فيها يعني والحمد لله كنت ماشية كويسة لملحكت لأي حاجة كنت واصلت فيها الحمد لله يعني لكن بعد ذا يعني دي كده كشنو كمجال دراسي يعني واصلت في معمار ثاني لو جيني المجال التصميم غايته زمان كانوا بقولوا لين أنا كنت برسم فكنت بعمل الحاجات دي يعني عندي لمسات كده مختلفة يعني أنه من فسبحان الله كانت جواي الحاجات دي فبس لما انتاني واصلت خشيت القراية والهندسة واضغت حقتها فما كنت لاقي الفرصة إن أنا أطلع حاجات الجواي دي فتاني فلو جيني تاني أكتر دخلنا في موضوع الفاشن أو موضوع التصميم بتاع الهدوم فأنا كزولا منقبة وكان عند تفكير مختلف إن أنا ما حابة إن أنا أكون زولة تقليدية يعني زي ما عارفين الجو بتاع السودان والسخانة ويعني مفروضة عليك حاجات معينينك تلبسي مثلا حاجات بيشكل معين تلبسي أسوأ تلبسي كده فأنا كنت رافضة الحاجات دي يعني خصوصا مع جامعة ما حسى حاجات حتكون عملية يعني فكت بعاني لحد ما ألقى حاجة أنا ديرها كنت بلف أسواق معينة وجبولي من بره لحد ما أنا ألقى الحاجة المريحة بالنسبة لي اللي هي تلاقي شروطي لأنا ديرها وتكون مريحة ومختلفة بالنسبة لي فبديت خلاصين النجام عادي إن أنا أصمم لي نفسي أمشي أختار المتيريز المواد حقتي أمشي ألف على خياطين يعني إن أنا أعمل الحاجة لأنا مناسبة بالنسبة لي كليلة أنا تريحني إنه سبحان الله من الزمن دات لقيت يعني ناس كتير بيقول ليا إنه حاجاتك ظريفة إنه بتعملها من وين بيجيبها من وين يعني سبحان الحاجات دي هي ترسبات في إنها يزال بياخد قرار بناء على ترسبات معينة بتمر عليها يعني أبارات كتير لا لا طيب يا لينا إني كنتي إنتي حكيتي إني كنتي كزولة محجبة كيف كنتي تقدري تعملي أزياء خاصة بك إنتي طيب إنتي حاليا بتعملي أزياء بفكرة مختلفة تماما إنك تستوحي بتستوحي زي ما حنشوف بعدين كيف تستوحي من ألوان الطيور الأزياء بتاعتك هل الفكرة المختلفة في أزياء المحجبات دي خلت مثلا الفتاة السودانية مثلا ما محجبة طيب بس برضو بتحيب إنها تكون بتتابعة الفاشن أو المحجبة عايزة تتابعة الفاشن لقيت إنه عندها سوق هنا في السودان طيب الحاجة دي ممكن أنا أرجو عليك حبة إنه أنا ليه أصلا بديت إن أنا أستوحي من الطيور أنا زي ما قلت لك ما بحب إنه الحاجة الأقدمة تكون تقليدية بحب إن الحاجة الأقدمة يكون عندها كونسبت عندها فكرة تمكن الحاجة التي اقتبسها م methani معار اللي هـواي أوف تينكي Jeff طريقة التفكير فبالنسبة أي تصميم ما نقدمه في المعمار يكون عنده بتعملهوا ادراسة كاملة بتاعتني اللي هي الـ الـ هاجة الكونسبتشوال بتاعته الفكرة حقته فإمكين الحاجةدي أنا اقتبسها من معمار يعني إن أحضير أي حاجة بعملة لازم يكون عندها فكرة مختلفة تمام فدي حاجة ممكن نقول استفدني منها في معمار صديقة التفكير فقلت في قبل ما أبدل فكرة حقتي أنه أنا أشوف لي حاجه فتناسق اكتر تناسق في الدنيا هو شنو الحاجات الطبيعة صح اللي هو الربنا خلقه لينا اكتر تناسق في الدنيا يعني فكان عندي فتر كده احتكاك بالطيور جاءتني هدايا ياما تخرج عصافير وكده فسبحان الله لاحظت سبحان الله التناسق الجميل ده يعني فقلت لي ما انه ادخل في الهدوم فعلا وبدأت من الناحية دي وبتذكر كان مشيت كان مع اخوي دي العافية ان شاء الله مشينا بدأنا اخذت لي رأس المال كده بسيط قال لي الله ابدي طوالي مشينا سبحان الله اشتريت عملت تلاتة اول تلاتة تصاميم اول تصاميم اعمل ورجوع اللي سؤالك هل وجدت سوق في السودان ولا لا عملتها وصورتها صورتها وكده ونزلت في صفحتي ان الوقت داك ما كان عندي وبوابة للناس غير صفحتي في الفيسبوك يعني هي الحاجة اللينك مع الناس نزلتها وكان في يعني رواج حلو شديد وتعليقات وشيرز وكده قال ليه لينا لا لازم تواصلي وكده يعني ناس اعجبوا بالفكرة ذاتها اعجبوا بالبرودكت ذاته وانه هو حاجة مختلفة وحاجة يعني محتشمة بالنسبة للبنات انا كنت سعيدة تماما بانه انا صديق ضيفة مميزة زي لينا اخر حاجة بنقولها الحكم على الناس ما قاعد يكون باشكالها ولا قاعد يكون باللبس اللي هي بتلبسه لان كل زول بيلبس الحاجة اللي هو مقتنع بيها حتى لو هي مختلفة عنك كنا معاكم احنا معزوين شاي من جوه ازيز اشتركوا في القناة